من رأى منكم منكراً فيغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه زيان الملايين رأوه رؤية العين مباشرة ليش ما مارستوا هذا الدور ليش ما تحركتوا عندما رأيتموه مباشر ليش بعد أن جاءت التوجيهات معينة خرجتهم ثلاثة من أكثر الغناء اللي خلال ساعتين هذا اللي خلوا راح لو المخدرات اللي غزت البلد لو الدعار اللي غزت البلد مافيات الدعارة مافيات الخطف القاصرات خطف القاصرات الكوفيات المليئة بالقاصرات عمل القاصرات شرب المحلات الخمر والانحلال والموجودة في كثير من المناطق صالها سنين تدرس تاد عدنان أن في الحكم الشيعي الآن في الوزارات الشيعية أن وزارة السياحة الشيعية مطلعة من الشيعة أبدا ليش ما مارستوا دوركم يا أحزاب الآن جاءت مارسون دور من عجل الرجوع مرة ثانية للواجهة بعد خسارات شنيعة بالانتخابات ليش ما أنوا مارستموا هذا الدور هذا وحده المسألة الأخرى والمهمة تعرف أنه فتحوا البارات وعطوا سلف في فترة من الفترات أعطوا سلف البار ليش مزدود هاي سلفوا وروحوا أفتحوه هذا مو منكر هذا مو حرام هاي الحزاب الإسلامية الشيئيان بس أنه مرتكب خطأ ومرتكب محرم وغناء محرم أنا لا أقول بحليته أبدا لكن تستطيع إيطافه بطرق القانونية المعدة 17 تقول لكل فرد الحق في ممارسة الحقوق الشخصية بشرط أن لا يتنافى مع حقوق الآخرين والأداب العامة الأحزاب الإسلامية الشيعية كانت منهم سلف حتى أما الآن أنت جاي تسوي هذه الضجة وتصلي باب السندباد مصلى أنا لو جايها سريد أصلي بسندباد أحد يقبله أيدا قيم مجلس تعزيها الآن بسندباد كان ضجة نفس الأحزاب ونفس الحركات هذا مو مكان خاص للصلاة ولا مكان خاص للتعازي لكل مكان المقام المقال الآن بعد هذه الخطوة أنا من قلت لك يا أستاذ عدنان أن الإسلام خسر في هذه المعركة نعم لقد رأينا رؤية العين السيد المفكر المرجع الديني الأب سيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه كيف أنه مارس دوره في الإسلام جعل الناس ما يذهبون إلى هذه الأماكن من تلقاء أنفسهم ما منعهم